موسيقى اسمحوا لي أن أتكلم عن نوعيتين من المسيحيين النوعية الأولى كتير من المسيحيين بتتغنى على أمجاد الماضي وبتفتخر بالعصر الذهب الكنيسة وبتتذكروا لما كان عندنا النهضات وعندنا الاجتماعات وخدام الله المباركين والمرنمين بتتذكر لما كنا نصلي كل الليل بتتذكروا لما كنا ما نتعب من الترنيم أو التسبيح ولما كنا نطلع نكرز ونخدم وحاسين بفرح وحاسين بثمر في حياتنا أحبائي في كتير من الناس بتتغنى على العصر الذهب الكنيسة لما كنا نشوف العجايب لما نشوف القوات كنا نشوف حضور الله معنا شو اللي صار معنا اليوم وكأنه الكنيسة عايشة على الماضي ودائما لما بنتكلم لأي مجتمع لأي ناس حوالينا نبتدي نكلم الكنيسة على أساس أنه سفر أعمال الرسل الرسل والآباء القديسون الأباء الأواء الأباء الكنيسة كيف تعذبوا كيف اتطهدوا كيف ماتوا من أجل رسالة المسيح كيف الله كان بيستخدمهم بالمعجزات بالآيات كان في حضور إلهي عجيب أو يمكن نتكلم عن نهضات معاصرة سواء حدثت في الأربعينيات أو الخمسينيات يمكن بالستينيات جزء معين لكن أين هو الله؟ هل الله هو إله الماضي؟ ولا هو بس إله المستقبل؟ هل هو إله الحاضر؟ هل مازال الله يتفاعل؟ هل مازال الله يتواصل مع الكنيسة؟ مع الجسد؟ أحبائي كثير مرات منغلط أننا نفكر الكنيسة هي ما تورثناها عن الآباء والأجداد وهذا إيمان حلو إيمان النقلي الذي نأخذه من آبائنا وأجدادنا ويعبر عن هويتنا ويعبر عن كياننا لكن إذا ما تغيرت وقلبك ما تغير هذا لا يفيد أي شيء فالكنيسة هي باختصار شديد هي جسد يسوع المسيح الكنيسة هي جماعة المدعوين من الخارج وصاروا جماعة إكهلا إكليسيا في اليوناني أو كهلا من كاهل في اللغة العبرية تعني جماعة وهذه الجماعة بتمجد الله وهذه الجماعة التي اختبرت الخلاص الكامل بموت يسوع المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات وأعلنت بكل إصرار وكل عزيمة بدون أي خجل أن يسوع هو الرب وهذا هو أساس الإيمان المسيحي يسوع هو الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر